مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب وإحنا في عبر الكتاب بنرحب بكل مداخلاتكم وبكل أيضا اتصالاتكم سواء بالتليفون خلال البرنامج المباشر كمان بمتابعتكم لنا على صفحة عبر الكتاب على الفيسبوك وعلى قناة الحياة أيضا البيج الخاصة بقناة الحياة بنهتم جدا بكل اللي انتو بتكتبوه وكل اللي انتو أيضا بتسألونا عنه وبنصلي أن احنا بنقدر نقدم لكم الإجابات للمناسبة لأسئلتكم فمرة تانية برحب بحضراتكم معنا في هذه الحلقة تليفونات للاتصال موجودة على الشاشة يمكنكم الاتصال بنا وأيضا عمل مداخلة إذا كانت مرتبطة بموضوع الحلقة النهاردة موضوع حلقة النهاردة موضوع مهم جدا وموضوع يعتبر فعلا يعني من الموضوعات الحساسة والشائكة لكنه مهم جدا أن احنا نصل إلى إجابة واضحة كتابية على سؤال مهم جدا وهو سؤال الحلقة هل كل الأديان تعبد نفس الإله؟ هل كل الأديان تعبد نفس الإله؟ أنا كنت حاطت من كام يوم إعلان عن الحلقة فكتبت إله واحد طريق واحد ومخلص واحد لكن حبيت أحط العنوان النهاردة ده علشان يكون أكثر شمولا لأن هنتكلم فيه أيضا عن الأديان المختلفة وعن نشأة الأديان ومن أين أتت وهل ينفع أننا الأديان دي تتوحد ويكون هناك دين واحد ولا ما ينفعش وإيه الذي يجعل المسيحية مختلفة عن بقية الأديان وإيه هو الإيمان المسيحي؟ فهناك يعني موضوعات متعددة مرتبطة بموضوع حلقة النهاردة هل كل الأديان تعبد نفس الإله؟ هؤل مقدمة وإحنا بنكلم عن الأديان الموجودة في العالم حقائق عن أديان العالم أديان العالم متعددة جدا يوجد اليوم أكثر من 4300 ديانة في العالم لما أتكلم عن ديانة أنا أتكلم عن ليها مجموعة كبيرة جدا من التابعين وليها نظام وليها عقيدة يعني واضحة لكن في حاجات تانية طبعا فرعية كتيرة لا مش هي دي اللي تهمني لكن بتكلم على بصفة عامة أن يوجد أكثر من 4300 ديانة في العالم بحسب إحصائيات المتخصصين اللي بتكلم عن ديانات العالم 83% من سكان العالم يعني الأغلبية 83% من سكان العالم تعتبر الديانة بتاعتهم واحدة من الـ 12 ديانة اللي يعتبروا أو العشر ديانات الأساسيين أو 12 ديانة الأساسيين زي البهاقية البوزية المسيحية الكونفو الشيسية الهندوسية الإسلام اليهودية الشينتو والشيخ أو السيخ والزردشتية لكن طبعا عارفين أنه الأغلبية العظمى في العالم يأما الإسلام المسيحية الإسلام وأيضا البوزية والهندوسية يعتبروا أيضا من الديانات الكبيرة العدد كبير من سكان العالم في شرق أسيا بيدين بهذه الديانات واليوم بنعيش في عالم مختلف عن ما كنا نعيش فيه من 100 سنة أو 50 حتى سنة النهاردة أصبحت المجتمعات كلها مجتمعات منفتحة إن ما كانش فيه جنسيات أخرى عايشة معاك يعني بالذات اللي عايشين في الغرب أو حتى اللي عايشين لو خدت مثلا دبي كمثال هناك في دبي كل الديانات متمثلة في دبي حتى يمكن البلد الوحيدة اللي فيها معبد بوزي أو هندوسي بلد عربية يعني هي تعتبر دبي لكن العايشين في مجتمعات شوية غربية يعرف إنه المجتمع بيتضمن تعدد تعدد الكثير من الديانات والإيمانيات اللي عايش في أمريكا عايش مع جنسيات مختلفة وديانات مختلفة فوكمان أصبح النهاردة التعرف على الديانات الأخرى متاح بمجرد إن أنت سيرش بتعمل بحثة على جوجل أو على الإنترنت عايز تقرأ عن أي فكر موجود عايز تتعرف على أي معتقد غير اللي انت بتعتقد به موجود بتقدر أن انت تدخل إلى عالم آخر من المعرفة ومن الاطلاع ومن الإدراك ما كانش موجود من 30-40 سنة فاتت فالنهاردة بنعيش في قرية صغيرة وكل المعلومات اللي حوالينا اللي احنا بنحتاجها متاحة ومتاحة حتى وإحنا قاعدين في قوض النوم بتاعتنا على السيلفون أو الآيباد أو اللابتوب فاللي هبدأ بي هأتكلم شوية عن التعريف علشان مهم جدا أن احنا نعرف يعني إيه دين يعني إيه دين يعني إيه ديانا ونقدر أن احنا من خلال هذا التعريف نبقى عندنا تصور شامل عن ماذا نعني بكلمة ديانا أو عندما نتحدث عن دين أو ديانا بحسب تعريف أكسفورد للرليجين أو الديانا بيقول الإيمان بي أو عبادة قوة مسيطرة فوق طبعية سواء هذه القوة المسيطرة الفوق طبعية قلنا عليها الله أو قلنا عليها آلهة كويس فهي عبارة عن إيمان وعبادة الاثنين مع بعض يعني to believe وفي نفس الوقت to serve أو to worship سواء كان الله في إله واحد في بعض الديانات أو في ديانات أخرى هناك أيضا تعدد للألهة لكن لو حبنا نحط تعريف شوية أكثر دقة هنقول أنه الديانة هي نظام معين للإيمان والعبادة نظام معين للإيمان والعبادة أو خلينا أقول تصور متكامل من خلاله يرى الشخص ويفسر العالم الموجود به تصور تصور كامل بيقدر من خلاله الشخص يشوف هو فين ويفسر العالم اللي حواليه ويفسر أيضا وجود العالم اللي حواليه وعش كده حتى ممكن نضع تحت هذا التعريف نضع الملحدين لأنه ده يعتبر تصور معين بيفسر بنشأة الكون ويفسر بوجوده وبيجاوب بيه على أسئلته فيعتبر الديانة أو تدين هو نظام معين للإيمان أو العبادة أو تصور متكامل من خلال يرى الشخص ويفسر العالم الموجود فيه وطبعا هناك مصدرين أو نوعين من التصور هناك نوعين من التصور ممكن النوع الأولاني من التصور بيكون مبني على إعلان الله إنه الله أعلن فبالتالي أنا باخد إعلان الله وبقول إنه أنا تصوري أو فكري عن العالم فكري عن الإنسان فكري عن الله فكري عن العبادة جاي من عند الله وبيقول لي كذا وكذا وكذا فيه التصور آخر عند البعض ده نابع من مخيلاتهم هما وتصورهم هما للموضوع فإما يكون جاي من خلال إعلان إلهي إما إنه يكون جاي من خلال تصور الشخص واختراع الشخص ونتكلم عن النقطة دي بالتفصيل طيب نيجي لسؤال آخر كيف نشأت وتطورت الديانات جات منين هل هل كده في يوم وليلة صح الإنسان أو صح البشرية فلقيت هناك اتجاهات مختلفة وديانات مختلفة ولا هناك نشأة نقدر نقول نقطة البداية التي انطلق منها الإيمان أو الديانات بصفة عامة كويس وعلى فكرة ما فيش خطورة نحن نقول ان المسيحية بحسب التعريف دي التصور الكامل أو بحسب انها نظام ايماني عبادي سلوكي اقدر اقول ان المسيحية ايضا ديانة هي المسيحية في تعريفنا المسيحي هي علاقة شخصية مع الرب يسوع المسيح لكن هذه العلاقة الشخصية فيها اساسيات للإيمان وفيها ايضا سلوكيات بتنتج عن هذا الإيمان كيف نشأت نشأت ازاي الديانات اللي موجودة النهاردة في العالم اللي احنا عايشين فيه نشأت الديانات وتطورها بالنسبة للتطوريين اللي هما بيؤمنوا بنظرية التطور انه انه كل حاجة تطورت حتى الإنسان ما كانش أصله إنسان لكن الإنسان تطور بالنسبة لهؤلاء اللي بيؤمنوا بنظرية التطور ونظرية داروين الى آخره بيعتبروا انه بداية الديانات بدأ مع التاريخ المبكر للإنسان كويس ونتجة الديانات عن أسئلة بدأ يسألها الإنسان عن بعض الظواهر اللي موجودة حواليه عن نفسه عن هدفه الى آخره يعني لقي مثلا زلزال لقي شمس بتطلع لقي كواكب فبدأ الظواهر اللي هي مش عارفة فصرها ينسب لها انها اتت من خلال كائن عظيم اعظم منه كويس ده اللي هم بيتخيلوه او بيجاوبوا عليه وتطورت الديانات مع الزمن والانسان طبعا بدأ بتعدد الهة ثم او بعبادة الارواح ثم تعدد الالهة ثم الايمان بالاله الواحد ده فكر التطورين طبعا هذا الفكر بيسقط عندما ادرس الكتاب المعدس وعندما ابدأ دراستي فيه حتى في العهد القديم لانه اذا درست نشأت الديانة اليهودية لم تكن نشأت الديانة اليهودية من عبادة ارواح ثم تعدد اليها ثم الاله الواحد بل بالعكس ده نشأت وتأسست على الايمان بالرب الاله الواحد اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك لكن انا بس بقدم هنا هما بيقولوا ايه عن نشأة الديانات الكتاب المعدس بيقدم لنا تصور مختلف يعني التطورين بيقدموا لنا فكرة انه دي تطورت مع الانسان والانسان كان عنده اسئلة ومش عارف يجاوب عليها وبعدين توصل الى الايمان بالاله الواحد الكتاب المعدس بيجاوبني على نشأة الديانات كويس وبيقدم لي الاجابة المبنية على اعلان الله كما هو مسجل لنا في الكلمة المكتوبة السؤال المرتبط بنشأة الديانات وعشان كده لازم ارجع الى سفر التكوين اللي احنا بنقول عليه سفر البدايات فانا لو عايز اعرف بداية الاشياء لازم ارجع الى سفر التكوين بداية الخليقة في سفر التكوين بداية خلق الانسان في سفر التكوين بداية السقوط في سفر التكوين بداية الوعد بالخلاص في سفر التكوين بداية الخطيئة في سفر التكوين بداية الحضارات ايضا الانسانية نجد ايضا في سفر التكوين بداية شعب اسرائيل نجدها ايضا في سفر التكوين وبداية أيضا الديانات وانتشارها في العالم نجد أيضا مذكور عنه في سفر التكوين فلازم أرجع إلى كلمة الله إلى سفر التكوين علشان أقدر أفهم كيف نشأت هذه الديانات ولماذا تعددت ولماذا يوجد اليوم عشرات بل مئات بل آلاف الديانات المختلفة التي يعتقد بها الإنسان بدأ الدين ولما أتكلم عن الدين زي ما قلت في تعريفي هو نظام إيماني سلوكي فهبدأ بالتعريف ده علشان بس يعني محدش يقدر يقول لي لا 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 إيمان المسيح أعتبرش أتكلم عن التعريف التعريف العلمي لكلمة دين بدأ الدين في جنة عد في أول ما ربنا خلق الإنسان كويس بنجد أن الإنسان مخلوق على صورة الله وعلى شبه الله بنجد أيضا الإنسان في علاقته مع الرب الخالق بنجد الإنسان في مسؤوليته تجاه الخليقة بنجد الإنسان في سلوكياته وعلاقته مع شريكة الحياة أو مع أسرته بنجد بداية الدين في جنة عد عندما أعلن الله عن نفسه للإنسان فالله أعلن عن نفسه الإنسان ولم يكن الإنسان في حالة الخطية فكان هناك تواصل ما بين الله وما بين الإنسان الخطية هي اللي فصلت ما بين الإنسان وما بين الله ونتكلم عن الجزء لكن البداية بداية التدين وبداية العلاقة مع الله وبداية الإيمان خلينا أقول بداية الإيمان كيف؟ بدأت من نين؟ بدأت من جنة عد لكن للأسف كلنا عارفين كده إنه الحلو ماكملش إنه حصل السقوط والإنسان رفض إعلان الله ويصدق كذب الشيطان وافتراء الشيطان وتشكيك الشيطان في كلمة الله فعمل إيه الإنسان؟ راكن كلمة الله راكن إعلان الله ويتبع الكذب وعشان كده الإنسان سقط إنه تكونان كالله عارفان الخير والشر فالإنسان حب إنه إنه مش يبقى فيه علاقة مع الله حب هو يكون نفسه إله نفسه ودي كانت بداية السقوط كانت خطية آدم وحواه هي أن يكون آلهة آلهة أنفسهما بدون أن يكون لهم علاقة مع الله فرفض وصية الرب ورفض إعلان الله ورفض الشركة مع الرب واختار بأنفسهم اختاروا بأنفسهم وبرغبتهم الشخصية طريقا آخر اسمه طريق العسيان بعد الخروج من الجنة أو الطرد من الجنة كويس بدأ في الكتال المؤدس يوضح لي أنه هناك فيه خطين ماشيين في الإنسانية كلها خط بدأ يميل نحو إعلان الله والطاعة للرب وحياة الطقوة والبر وخط آخر بدأ يميل إلى العسيان والشر والتمرد ورفض كل ما هو إلهي وعيس الخط الأول والتاني بنجدهم في صورتين مهمين جدا بيقدمهم لنا كتال المؤدس بيقدم لي الصورة الأولى صورة حبيل وقين اتنين إخوات لكن كل واحد فيهم كان له علاقة مختلفة مع الرب وقين كان شرير ولكن لهذا قام على أخيه وقتله لكن كمان الصورة دي بتوضح أكتر من خلال أصحاح أربعة وأصحاح خمسة أصحاح أربعة بيكلمني عن لامك وأصحاح خمسة بيكلمني عن أخنوخ وإن أعتبر أن الشخصيتين دول مهمين جدا وأن الوحي الإلهي أراد أن يسجل لي عن لامك ويسجل لي عن أخنوخ لأنه الاتنين يعتبروا رقم سبعة من آدم يعني لو خدت آدم كمصدر كويس ومن آدم هنا خط خرج منه لامك رقم سبعة والخط الثاني خرج منه أخنوخ رقم سبعة وكل واحد فيهم بيمثل توجه نحو الله الأولاني لامك رقم سبعة كويس لكن من الخط الشرير هو يعتبر قمة التمرد وقمة البعد عن الله عش كده في حياة لامك بنجد تعدد الزوجات بنجد القتل والعنف والقصوة الإنسانية تجاه الإنسان أخي اللي يرا فينا في أصحاح 4 لكن بنجد أخنوخ في أصحاح 5 مختلف أخنوخ يعتبر رقم سبعة أيضا من آدم لكنه من شيف وعش كده هو يعتبر كمال الخط الثاني الإلهي خط التقوى والإيمان والبر وعش كده يقول لنا كتاب وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذ بمعنى أنه عاش كل أيام حياته في علاقة مع الرب وكمل هذه العلاقة مع الرب إلى الأبد واضح الفكرة فهنا الكتاب وضح لي بالزبط أنه هناك خط اختار أن يطيع الله ويعيش بحسب الإعلان الإلهي وخط أيضا بشري اختار أن يرفض الله ويعيش بحسب أفكاره وتصوراته هو وبعده وتمرده عن الرب خطين دول مهمين جدا لأن الخطين دول بيوضحوا جدا في كل كتاب المؤدس لما بقرأ من أول سفر التكوين وحتى أيضا سفر الرؤية الخطيئة المتعلقة بقى برج بابل لما أرادوا أنه يصنعوا برج أو يابنوا برج رأسوا في السماء وعلى فكرة ده ما كانش يعني مجرد مبنى يعني ناطحة سحاب أنه إيه المشكلة أن الناس تبني ناطحة سحاب لا 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 الموضوع أكبر من كده الموضوع كان دايما الفيلم هذه المرتفعات عبادة الأليهة وحتى كانت في القديم معظم المباني اللي تبنى على المرتفعات دي كانت تخصص للأليهة فهو نوع من التمرد على الرب وأنا كاتب عن كده بالتفصيل في كتاب في البد لكن نتيجة التشتت نتيجة بلبلة الألسنة وليس عقاب الله للإنسان ونتيجة تشتتهم في كل الأرض الإنسان لما كان فيه وحدة لغوية كان غالبا هناك تقارب إيماني فيه بعد عن الله بس فيه كمان قرب من الله فكان تقارب إيماني زي خلينا أقول مثلا زي العالم العربي النهاردة اللغة العربية تعتبر واحدة من الحاجات الموحدة الموحدة للعالم العربي وأيضا الحاجات المسكة الإسلام كويس كلغة عربية لما كان في القديم كانت وجود لغة العالم كله بتكلم لغة واحدة كان الإنسان بيقدر إنه حتى يعني قريب من أخي الإنسان وفي الفكر وفي الديانة واحدة من خطايا إسرائيل باستمرار والتجربة اللي كانت بتقع فيها إسرائيل إنه لغتها متقربة إلى لغة كنعين فكان فيه يعني كانوا بيحاولوا يقلدوا عبادات كنعين في حياتهم وعش كده كان ربنا بيعاقبهم لما حصل بقى إنه الرب بلبل ألسناتهم وحصل نوع من التشويش في الكمنيكيشن أو التواصل ما بين الإنسان وأخي الإنسان والإنسان تشتت على وجه الأرض كل مجموعة راحت وصمعت لأنفسها إله أو آلهة بحسب تصورها ومن هنا بدأ انتشار تعدد الأديان يعني تعدد اللغات وتشتت الناس ساعد على تعدد أديانات والعبادات وانتشرت في كل مكان في العالم وابتدى الإنسان يخترع شروراً ويخترع آلهة ويتعبد لهذه الآلهة طيب إزاي الكتاب مؤدس بينظر إلى الديانات الأخرى؟ كيف يرى الكتاب المقدس الديانات الأخرى؟ إزاي رأى العهد الأديم الديانات الأخرى ديانات شعب كنعين أو الديانات المصرية أو الديانات البابلية؟ وكيف رأى أيضاً العهد الجديد؟ ديانات اليونان والرومان إلى آخره اللي كانت موجودة؟ وماذا يقول الكتاب المقدس عن الذين يعبدون آلهة أخرى؟ ده موقف الكتاب المؤدس من الديانات الأخرى وده موقف على فكرة ليس موقف شخصي لكنه ده موقف إلهي واضح في كلمة الله بيقول لنا إيه؟ في رمية أصحاح واحد بيقول لنا لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمضية ولهوته حتى أنهم بلا عزر طيب يعني إيه النص ده؟ بيقول لنا إيه؟ النص ده بيقول لنا كيف ينظر الله إلى الديانات الأخرى؟ وكيف ينظر الله إلى كل إنسان صنع لنفسه دين وتعبد لألهة وترك الإله الحي الحقيقي؟ بيقول لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم أحاول أحط بعض النقط من هذا النص ماذا نتعلمه؟ أول حاجة الله لم يترك نفسه بلا شاهد الله أعلن عن نفسه وإحنا أي واحد بيدرس إعلان الله يعني لو درست عن أعلان الله كعقيدة إيمانية مسيحية متكملة في كلمة الله هتعرف أن أعلان الله شامل حكتين في إعلان اسمه أعلان عام وفي إعلان اسمه أعلان خاص الإعلان العام أن الله لم يترك نفسه بلا شاهد ما نقدرش أبدا ننكر إعلان الله في الطبيعة لأن السموات تحدث بمجده والفلك يخبر بعمل يديه إعلان الله أيضا من خلال ضمير الإنسان لأن الإنسان يحمل في داخله بصمة إلهية مع أنها تشوهت لكنها ما زالت موجودة كمان أيضا التاريخ يشهد عن أن هناك إله يحرك كل هذا التاريخ الإعلان العام فلما الرسول بوليس بيكلم هنا بيقول إن الله أعلن عن نفسه في الخليقة ولهذا فعدم الإيمان بوجود الله خلوا بالك وأنا حطت هنا العدم الإيمان بوجود الله أنا مش بكلم هنا عن الإيمان بالخلاص وبالرب يسوع لا 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 بكلم عن الإيمان بوجود الله هو ليس له عذر طيب بالإضافة إلى ذلك لأن الإنسان ساقط ولأن الإنسان شوه خليقة الله الله أعلن الله أعلن عن نفسه بإعلان خاص هذا الإعلان الخاص بيكلمنا عنه كاتب رسالة العبرانيين أن الله بعدما كلم الآباء قديما بأنواع وترق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه ده الإعلان الخاص من خلال الطبيعة ما قدرش أعرف أن أنا خاطئ من خلال الطبيعة ما قدرش أعرف أنه الله أعد خطة لخلاصي من خلال الطبيعة ما قدرش أعرف أنه أنا الله له هدف من حياتي أعرف عن وجود الله أعرف أنه هناك كائن سرمدي عظيم سامي عالي قدير خلق الكون لكن ما قدرش اعرف الباقي لا ان انا خاطئ ولا ان المسيح فايف ديني ولا انه في ملء الزمان ارسل الله ابنه ولا قدر اعرف حاجات دي الحاجات دي كلها احتجت الى الاعلان الخاص لكي ما افهم واعرف خطة الله لفدائي كانسان خاطئ لكن الانسان بسبب الخطيئة يقولي كتاب انه يحجز الحق بالاثم يعني ايه هي خطية الانسان خطية الانسان انه ابدل او بدل اكس اتشينج اه حاجة اعملها بحاجة تانية كويسش كده يقولي ابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بصورة الانسان الذي يفنى يعني يعني الانسان بدل اعرف انه هناك اه اله كائن سرمدي اه 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 كلية القدرة كلية العظمة خالق فبدل ما يعبد الله كما اعلن عن نفسه من خلال الطبيعة العمل ايه قالك اه الشمس دي عظيمة هتها نعملها الى البقرة دي حلوة هتها نعملها الى الانسان هاته نعمله الى الامر والنجوم هتهم نعملهم الى فعمل ايه الانسان بدل بدل مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات واحنا كمصريين تاريخنا الفرعوني بتتحقق فيه الجزء ده بالكامل انسان عبدناه طيور عبدناها دواب عبدناها الزحفات عبدناها حتى الخنفسة الجعران عبدناه كمصريين كويس ابتعدنا عن الاله الحي ابدلنا ابدلنا الانسان وده على فكرة هو نشأة الوثنية نشأة الوثنية او عبادة اله غير الاله الحي بدأت بان الانسان ابدل الاله الحقيقي بعبادات وثنية على شبه الانسان او الطيور او الدواب او الزحفات عشان كده لما جات وصيط الله الوصايا العشر في سفر الخروج واصحاع حشين الرب قال لي شعبه كده انه لا يكن لك الهة اخرى امامي لا تصنع لك تمثالا منحوطا من من في السماء او من على الارض او من تحت الارض يعني ما تحاولش ان انت تبدل الله بصورة تبدل الله بصورة من الاشياء الملموسة الانسان الساقط اخترع الاوثان وسجد لها وعش كده فالديانات الوثنية بدأت في عقل الانسان الديانات الوثنية بدأت في عقل الانسان عقل الانسان الذي شوهته الخطية عقل الانسان الذي رفض اعلان الله عقل الانسان الذي كسر الوصايا وارتدى ان يبعد عن عبادة الاله الحقيقي ده عقل الانسان كويس اجي الجزء مهم ولانه بقى يوجد اله واحد في ايماننا المسيح يوجد اله واحد فيوجد اعلان الهي واحد ما عندناش اكتر من اعلان الهي هذا الاعلان الالهي ينبغي ان نثق فيه عش كده يقول رسول بولس لتسالونيكي لكنيسة تسالونيكي المؤمنين الهناك يقول لهم يلخص حياتهم كمؤمنين ويقول لهم ايه رجعتم الى الله من الاوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي هو واحد حي حقيقي ويس اعلان الله لنا النهاردة كمؤمنين هو في الكلمة عش كده بنقول انه اعلان الله اتى الينا في الكلمة الكلمة المكتوبة الكتاب المقدس اللي بين ايدينا ده اعلان الله المكتوب الذي كتبه اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس كويس ده حاجة واكتمل هذا الاعلان بالكلمة المتجسد شخص يسوع المسيح يبقى عند الكلمة المكتوبة وعند الكلمة المتجسد شخص الرب يسوع على هذا الاساس على الاساس الايمان بالرب الاله الواحد الحقيقي الذي اعلن نفسه لنا في الكلمة المكتوبة وفي التجسد كويس يدعو الكتاب المقدس كل اصحاب الديانات والمعتقدات الاخرى ان يتوبوا ويعودوا الى الرب ويؤمنوا به عش كده بنجد الدعوة حتى بوليس الرسول المواقف في اعمال 17 في اثينا دعا المتعبدين للالحة الوثنية الى العودة للإيمان بالرب الاله الواحد الحقيقي الذي اعلن نفسه لنا في شخص يسوع المسيح طيب في رمية اللينا ازاي الانسان ابتعد عن الله عمل ايه في تلات في النص اللي احنا قرناه رمية واحد في تلات مرات جاءت كلمة ابداله وفي تلات مرات جاءت كلمة اسلامهم انا هاخد بس كلمة ابداله كويس الانسان اول حاجة طلع الله من الصورة ابدال الله ابدال مجد الله طلع الله من الصورة وجاب حاجات تانية وجعلها كاليهة ليتعبد لها فابدال مجد الذي الله الذي لا يفنى بشبه سورة الانسان والدواب والزحفات الى اخره لما الانسان بيطلع الله الله هو مصدر الحق اذا انت طلعت الله لابد ان انت ايضا تستبدل الحق بالكذب لانه اذا كان الحق فقط هو في شخص الله وانت طلعت الرب فبالتالي انت هتستبدل الحق بالكذب عشان كده يقول استبدالوا حق الله بالكذب الحاجة التالتة بقى واللي دي اللي بتأثر على السلوكيات استبدالوا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة ابدالوا الله جابوا اوسان وبعدين ابدالوا الحق بالكذب وبعدين نعيش بقى زي ما احنا عايزين حتى الاستخدام الطبيعي الرجل وامرأة يكونان اسرة لا 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 احنا ممكن رجل ورجل وامرأة وامرأة ماذا عن فكرة توحيد الاديان بقى دي نقطة مهمة جدا حابب ان انا اخد فيها الوقت اللي جاي مع حضراتكم فكرة توحيد الاديان مبنية على نقطتين كويس النقطة الاولانية بنسميها reductionism او الاختزال يعني منت علشان اقعد معاك واحنا الاثنين نيجي الى اتفاق معين لابد انه على الاقل يكون في قاعدة مشتركة والحاجات اللي احنا مختلفين فيها تحطها على جن فبيتم نوع من الاختزال وانا اشرح يعني ايه اختزال الحاجة التانية تشويش او التعميم على اضايا مهمة جدا وايمانيات مهمة في الايمان المسيحي طيب يعني اختزال يعني اختزال الايمان المسيحي ليتوافق مع الديانات الاخرى المسلم عنده الله كويس وانا كمسيحي عندي يهو الهيم الرب الذي اعلن لنا نفسه اللي في الترجمة العربية الله فانا وانت بنعبد اله واحد الهنا زي بعض كويس بس انا انا كمسيحي بؤمن ان الله كويس مختلف عن الله عندك لا لا بلاش نتكلم عن الموضوع ده يعني يعني انا كمسيحي بؤمن ان الله في طبيعته مثلس الاقنيم لا 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 بلاش نتكلم عن الثلوس خليه على جام احنا نتكلم عن الله كويس انا بؤمن ان الله في محبته ارسل ابنه الازلي في ملء الزمان متجسدا اتى الينا انه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسم لا 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 بلاش نتكلم عن الموضوع ده الموضوع ده مش مهم المهم نتكلم عن ايه نتكلم عن الله واخدين بالكم الفكرة كويس فالله اللي احنا بنعبوده بقى المسلم والمسيحي والبوزي في اليدرس البوزية يعرف ان البوزية نوع من الالحاد لكن هفترض انه البوزي والهندوسي والزرداشتي وإلى آخر وإلى آخر عندهم الليه الاله ده هو واحد هو كبير فعشان كده ما حدش لا نقدر نختصره في ديانة ولا نقدر ايضا نختصره في كتاب سمعتم العبارة اللي بتقول مش ممكن ابدا تختزل الله في الكتاب المعدس أو انه الله كبير جدا للدرجة انه الكتاب المعدس ما ينفعش انه يكلمني عن الله الله اكبر من الكتاب المعدس سمعته العبارة دي هو طبعا هي الله اكبر مش اكبر في الفكر الاسلامي الله اعظم يعني كويس لكن العبارة دي هدفة ايه هدفة ان يقولك انه الكتاب المعدس مفهوش كل الحق عن الله وده فكر الغلط ده الغلط ده الخطأ فكل الأديان هو إله واحد بس كل الأديان عملته كل دين خد جزء فأنت ما عندكش كل الحق أنت عندك جزء من الحق زي ما المسلم عنده جزء من الحق زي ما البوزي عنده جزء من الحق زي ما فلان عنده جزء من الحق فإحنا كده ممكن عندنا تكامل عن الله لكن ما تقدرش تقول أن انت عندك كل الحق كويس فدينات العالم ما هي الا تجاوب وتفاعل بطرق مختلفة مع الاله الغير محدود اجمل مثال هو القصيدة اللي كتبها جودفوري سنة العاش من سنة 1816 الى 1887 لما عملنا قصيدة سماها The Blind Man and Elephant معرفش كم واحد فيكم هو جاب ستة اشخاص وربط عصابة على عيونهم كويس وبعدين جاب فيل جاب فيل كبير قوي وخد كل واحد من الستة دول المغمي عنهم خدوا عنده جزء من الفيل فواحد جيه عند كده البطن الفيل حط ايده فوق وتحت ايده ده كبير قوي فقالك ده حيطة كويس التاني خدوا عند الديل ومسكوا الديل قالوا اه ده حبل روب حبل خرطوم كويس التالت خدوا عند رجلين الفيل فمسكها قالك ده شجرة ده ضخمة ده شجرة كبيرة جدا اللي الاخر خدوا عند ودنه فمسك ودنه قالك اه ده ده جزء من المروحة فكل واحد شاف جزء من الحقيقة الصورة التانية يمكن بتوضح حالنا اكتر كويس اللي طلع عند الودن فوق قالك اه انها مروحة اللي شاف الناب قالك ده رمح يعني الواحد مسك الناب بتاع الفيل قالك ده ده رمح واللي مسك الزلومة قالك ده تعبان واللي مسك رجلي قالك ده شجرة واللي مسك ديلو قالك ده روب او خرطوم اللي مسك الجزء الكبير اللي هنا عند البطن ورجلين قالك ده حيطة فكل واحد انهي واحد فيهم غلط كلهم صح بس كلهم صح لانهم شافوا جزء واحد طب لما تفتح عينك انهي واحد فيهم صح كلهم غلط فهو عايز يقولك عايز يقول انه الديانات زي كده الله هو يعني حاش اللي رب الس الله هو الشخص الكبير اوي فانا كانسان محدود بفكري انا قدرت توصل انه الله زي شجرة انا قدرت اوصل انه الله زي الرمح قدرت اوصل انه الله زي خرطوم لكن مقدرش انا كانسان واحد مقدرش اروح حاطة الفيل دوان كله واقول اه ده ده فيل واتحيل فكرة فكرة دي خطيرة جدا لانها بتوريني حاجة بتوريني انه ازاي الناس بتفكر في الديانات ومنها المسيحية فبالتالي انت واحد من هما بيقولوا كده احنا واحد كمؤمنين بالمسيح احنا واحد من الستة دول العميان ما عندناش كل الحق عندنا جزء من الحق ودي الخطورة الكبيرة فيحصل ايه يحصل انه علشان المسيحية تتفاعل مع الديانات الاخرى لابد من اختزالها في شخص الله الاله اللي انت بتعبده خلص انت بتعبد اله وانا بعبد اله كويس ما ممكن الاتنين دول يكونوا واحد فبلاش نتكلم عن التفاصيل بلاش نتكلم عن وحي كتاب معدس لانه لو تكلمت عن وحي كتاب معدس فانت بتقول انه الكتاب معدس هو كلمة الله فبالتالي انت هتعيش وهتتصرب بحسب كلمة الله وبالتالي هترفض اي فكر اخر وديانات اخرى فبلاش هاي اسمت كتاب معدس بلاش الايمان بلهوت المسيح اعم انت تلخبطنا ليه ما تلخبطناش يعني ايه لهوت المسيح بلاش نتكلم عن التجسد بلاش نتكلم عن الصليب والفداء حتى مفهوم الخلاص بلاش نتكلم عنه لانه مفهوم الخلاص في الايمان المسيحي امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك مفهوم الخلاص مبني على كبول المسيح كابن الله الحي الذي اتى متجسدا ومات نيابة عنا على عود الصليب فالايمان بمين هو يسوع والايمان بعمل يسوع الكفاري به اخلص لا 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 بلاش الخلاص في مفهومهم يكون بالتعريف الاتي الخلاص هو ايه مش بالايمان بالمسيح لا 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 الخلاص يكون انه الاله اللي انت بتعبده بيغير فيك مع الوقت فبتكون انسان افضل وكلما تبقى افضل كلما تبقى انت قريب للخلاص واضح الفكرة فبلاش نتكلم عن الموضوع دي كل التركيز يبقى على شخص الله فاختزلوا المسيحية التركيز على ما نتفق وليس على ما نختلف عليه وعلى فكرة كل حوارات الاديان للأسف مبنية على هذا الفكر وانا انا كشخص بقول انه ده بقي الشخصي حرام الفلوس اللي تصرف فيما يطلق عليه حوار الاديان او لتجميله حوار الثقافات لانه هذا الحوار بيتصرف عليه كتير وللأسف بيتم في فنادق خمس نجوم وبيتم مش عارف فين وبيتم بايه وبيتصرف عليه يعني مبالغ رهيبة جدا وفي الآخر في الآخر ما فيش اي نتيجة مازال المسلم مسلم واتجاهه نحو الايمان المسيحي كما هو ما عنديش مشكلة ان احنا نقعد مع بعض وان احنا ك يعني نتعايش مع بعض تعايش مهم لكن حوار الاديان هو عبارة ان انت بتختزل الايمان المسيحي وبتشوه الايمان المسيحي نوتة التانية بما ان العقائد هي مصدقية الكتاب المؤدس واللهوت المسيح والتجسد وصلب المسيح دي كلها مواضيع يعني ما ينفعش نحن نقشها في اعداد حوار الاديان فيبدأ الطعن في هذه العقائد على انها غير اساسية على انها مش جوهرية على انها غير صادقة على انها دي عبارة عن اكتبسات من العبادات الاخرى على انه هذه العقائد غير حقيقية فيدم الطعن والتعميم والتشويش على ما يجعل المسيحية مسيحية ويتم ازحيتها شوية عن السورة الغاية الغاية حبيت احطها في العبارة الاتية الغاية هي ان يحولوا المسيحية من كونها بتركز على المسيح الى التركيز على الله او خلينا احطها بالانجليش احسن زي نسميها كريستوسنتريك يعني كريستوسنتريك يعني المسيح هو المركز في كل الكتال مؤدس المسيح هو المركز حتى في العهد القديم المسيح هو المركز ابتداء من الخليقة من اصحاح واحد المسيح واصحاح ثلاثة المسيح بنجد ايضا في كل الكتال مؤدس في كل رموز العهد القديم في الزبائح في الفصح في غيره 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 في خيمة الاجتماع كلها كانت إشارات ودلائل على شخص المسيح والعهد الجديد موضوعه الأساسي هو شخص يسوع المسيح فبالتالي الهدف هي أنه يطمس شخص المسيح ويبقى التركيز على أي دينة أخرى أو أي فكرة آخر أنت بتؤمن بالله وأنا بؤمن بالله إحنا الاثنين واحد والدنيا مية مية وبنؤمن نفس الإله أو مش بس ممكن نتركيز على الله ممكن حتى نتكلم عن الروح بما أنه الروح روح الله هو العامل في العالم فممكن أيضا نركز على روح الله العامل في الإسلام العامل في البوزية العامل في المسيحية العامل كده هو روح الله الله روح ويضيع الإيمان المسيحي مركزية المسيح عش كده مركزية المسيح لابد أن تكون واضحة في عبادتنا مركزية المسيح لابد أن تكون واضحة في شهادتنا مركزية المسيح لابد أن تكون واضحة في ترانمنا مركزية المسيح لابد أن تكون وضحة في كل ما يتعلق بالإيمان المسيحي ليه؟ لأن الإيمان المسيحي جوهره وأساسه هو شخص يسوع المسيح أن الله كان في المسيح يسوع مصالحاً العالم لنفسه غير حاسباً لهم خطاياهم وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح فمركزية المسيح حتى سفر الرؤية مركزيته مركزية المسيح في كل الرسائل العهد الجديد مركزية المسيح ليه؟ لأن المسيح هو كلمة الله الأزلي المتجسد لأن المسيح طبيعته وعمله هو أساس وجوهر الإيمان المسيحي أي حاجة تانية ما تبقاش مسيحية ما تبقاش مسيحية يبقى احنا بنخرج المسيح من الصورة يبقى احنا مش عجبنا إعلان الله عن نفسه في الكلمة المكتوبة وفي الكلمة المتجسد وبنخترق لأنفسنا أو بنختارع لأنفسنا إله آخر وفكر آخر يتناسب مع فكري وتصوري كإنسان إذا شلت المسيح يبقى أنا أيضا شلت الخلاص بالمسيح يبقى موت المسيح بلا سبب يبقى تجسد المسيح بلا سبب وموت المسيح بلا سبب اوضح لكم العبارة دي الخطورة دي في هذا الفكر في واحد اسمه ستانلس سامارثا وهو يعني لهوتي معروف وليه كتب كتير العبارة في منتهى الخطورة في كتابه سماك كتاب بتاع اسمه Courage of Dialogue او شجاعة الحوار كويس الحوار الحوار الأديان يعني شجاعة الحوار Courage for Dialogue في صفحة 65 النفس الروح القدسة الذي كان يرف على وجه المياه الروح القدسة الذي كان يرف على وجه المياه وتكلم من خلال الانبياء العهد القديم وكان حاضرا في حياة وخدمة المسيح واعلن عن نفسه وانسكب يوم الخمسين في صفر اعمال الرسل هو نفسه كان عاملا في بوذا والنبي محمد والمهاتة غندي وكال ماركس مؤسس الشعيعية وحتى ماوتي تونغ مؤسس ايضا الثورة الصينية والمسيحيين الذين انكرون عمل الروح القدس في الدينات الاخرى هما متكبرين نعم اولها تاني الراجل ده بيقول الروح القدس اللي احنا بنقرأ عنه في تكوين اصحاح واحد كان يرفع على وجه المياه الروح القدس اللي تكلم اناس الله القدسين ماسوقين من الروح القدس اللي تكلم من خلال الانبياء الروح القدس اللي ايضا كان في شخص المسيح واللي ايضا حل على التلاميذ وانسكب على التلاميذ يوم الخمسين هو نفسه هو نفسه كان في بوزة فالبوزية هي عامل الروح القدس وكان في النبي محمد فالإسلام هو من الروح الكدس وكان في ماركس فالشيوعية هي أيضا عمل الروح الكدس والمهات غندي فأيضا ده كان بيقود الروح الكدس حتى موتي تونغ فأيضا ده عمل الروح الكدس ولو أنت كمسيحي قلت لأ يبقى أنت إنسان متكبر وده على فكرة توجه البعض واللي بيحمل خطورة كبيرة جدا جدا أمام هذا العمل أمام هذا يبقى كل عمل كرازي ملوش أي قيمة يبقى إحنا في قناة الحياة نقفلها ويمكن نعملها قناة بتاعت أكل أو إعلانات ليه نقدم فيها المسيح للمسلمين والغير المسلمين وليه نترجم الكتير المؤدس لغير المسيحيين وليه نبعت مرسلين هنا وهنا 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 إحنا منلغي ده كله ما هو ربنا والروح القدس موجود في المسلم وموجود في محمد وموجود في بوزة وموجود في كريشنا وموجود في كل دول طرق عديدة يعني أليها متعددة طريق واحد يعني إله واحد ومخلص واحد عشان كده الكتاب واضح جدا وليس بأحد غيره الخلاص بيكلم عن يسوع المسيح وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص هذه هي رسالتنا وهذا هو إيماننا اللي تأسست عليه الكنيسة والله هتستمر إلى يوم مجهي المسيح إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم